أول مبارح عن صفقات النادي الأهلي الجديدة والنهاردة هتكلمني عن صفقات نادي الزمالك الجديدة طبعاً زي ما أنت قلت في الإنترو يا كريم أنه نادي الزمالك قال أو أعلن في تصريحات إعلامية أنه تعاقد مع ستة لعبين كان آخرهم اللاعب البنيني سامسون هو نيجيري المولد وقبله طبعاً كان دونجا وقبله كان عمر جابر وأول ثلاث صفقات أعلن عنهم كان أحمد آمن منصور وبعدين تم رحيله لنادي طلاق الجيش يتبقى الصفقتين اللي تم الإعلان عنهم بشكل رسمي مع عودة محمد صبحي عبر نادي الزمالك بشكل رسمي هما اتنين زكريا الوردي وإبراهيم النضاي خلينا نقول ودول اللي ممكن ما شفناهمش كتير في الكرة المصدفة وبالتالي إحنا عايزين نفهم إبراهيم النضاي طبعاً شفناه مع ودي دجلة بس مشفناهش بقالنا فترة زكريا الوردي لسه أول مرة تجربة ليه في الدوري المصري وبالتأكيد عايزين نفهم أدوارهم هيبقى إيه في الملعب أو الاستفادة اللي ممكن يستفيد منها عشان كده إحنا جايين نهاردة عشان نقول هو الزمالك جاب زكريا الوردي ليه وجاب إبراهيم النضاي ليه وعلشان فيه لغة كتير هي اللعبة دي جاي تلعب فأني بوزيشن في الملعب والزمالك جاي يعمل باللعبة دي إيه أو هيشتغل بيهم الزمالك نبدأ بمين هنشتغل الأول هنقول إنه الزمالك بيشتغل بالتلاتة في الخط الخلفي تلاتة أربعة تلاتة ده الشكل اللي نهى بيه فرارة أي الدوري السيزن اللي فات واللي بدأ بي دور الاربعة وستين من دوري أبطال أفريقيا في مباراة الزهاب هنتكلم الأول على زكريا الوردي الناس كتير بتسأل سؤال مهم زكريا الوردي بيلعب ستة ولا بيلعب تمانية لعيب خط وسط بروميسنج الزمالك جابه في انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الرجاء بيلعب في نادي كبير أنا بحاجة بشرح ستة وتمانية دي وكأن الناس بتسمعها الأول مرة أنا عارف إنه موظم الناس في عمين ستة وتمانية ستة اللعيب اللي بيدافع أكتر طريقها البساطة طريق حامد طريق حامد تمانية في نادي الزمالك عندنا بروفايلين كان فيه بروفايل ارتبط به جمهير الزمالك أو فرجاني ساسي طبع والبروفايل الحالي هو إمام عسور اللي بيزيد اللي بيهاجم اللعيب اللي بيقدر إنه يشتغل من المنطقة دي بشكل رأسي لحد المنطقة دي من التمنتاشر للتمنتاشر برافالي ده اللعيب اللي إحنا بنتكلم عليه دايماً إنه اللعيب اسمه بوكس تو بوكس أو من التمنتاشر للتمنتاشر إنت عرف إنه وقفتك ليه؟ إنت تليك قلت إيه أنا قلت يا جماعة في ألف مرة موضوعها الستة وتمانية دي وغيرك بيقولها ألف مرة بس في ناس ساعات بقى بينهم بيقول إيه هم أنت بتقولوا ستة وتمانية بيدولوا أرقم ليه؟ وبتقولوا مش عارف إيه وأنا ما بقاش فاهم أنتوا ترصدوا إيه طبع مفيش مانا إنه إحنا كل مرة نتكلم بالتفصيل طبع فهل هو بيلعب ستة ولا بيلعب تمانية؟ خليني أقولك إنه هو لا بيلعب ستة ولا بيلعب تمانية أصلا أصلا لعب تمانية شوية لكن أنا هنا ليه بقول ما بيلعبش تطول بيلعب تمانية؟ لأنه قدراته عاملة إزاي توظيفه في كل المواقع الإحصائية أنه يلعب مركز تمانية تعاقد معاه نادي الزمالك لما تيجي ببص على أرقامه على أرقام زكريا الوردي عشان تعرف هو بيلعب فأني بوزيشن هل هو بيلعب في البوزيشن اللي بيقى قدام التلاتة ولا بيلعب قدام شوية رجل كارير لكورة زي إمام عشور لا لما نيجي نبص الأرقام المميزة لزكريا الوردي فين؟ فيه هنا نبص على هو بيلعب في أني بوزيشن هتلاقي أنه هنا بيلعب في الديفنسيف ميتفيلدر بيلعب في السنتر ميتفيلدر اللي هما الاتنين الماركينين اللي احنا شرحناهم ستة وتمانية بيلعب في الاتنين بوزيشن لعب واحد وستين مباراة وسبعة وعشرين مباراة بيلعب واحد وستين مباراة ولعب واحد وستين مباراة في مركز تمانية لعب 27 مباراة في مركز 6 حيلو فهو الليعب في الاتنين مباراة عدد كبير من المباراة طبعا فهو في مركز 8 جاب هدفين وعمل اتنين أسست في مركز 6 عامل أسست واحد فقط من ده بيقولك إيه؟ إنه الراجل ده قدراته قدراته على البروجريشن على التحرك بالكورة إنه يكون راجل كارير زي إمام عشور بندي مثال عشان يبقى رايب للناس بيتحرك بالكورة الأدام وعنده حوالات على المربع لأقل لأقلف عشان كده أكيد نادي الزمالك ما تعقدش معاه بهذه الأرقام تبني نبص بقى على الأرقام أكثر تطقيقا أو أكثر تفصيلا على زكريا الوردي الكورات الثنائية بيحصل على 5.9 أو 5.9 من 10 في كل المباراة 6 كورات ثنائية ناجحة في الصراعات الثنائية بيقدر يخدها الاعتراضات اللي بيعملها الكورة 4.3 أو 4.3 من 10 ده بيقولك إنه لعيب قدراته الدفاعية جيدة قدراته الدفاعية جيدة يعني إيه؟ يعني هو أقرب إنه يكون في مركز 6 طب نادي الزمالك جابه ليه؟ وهو متعاقد مع لعيب زي نبيل عماد دونج وهو لعيب مركز 6 في الأساس طيب اللي بيعمله زكريا الوردي ومميز فيه جدا حكتين مهمين جدا وهيستعين بفريرة فريرة بيحب لعب المباشر بيحب البروجريشن باس أو الباسات الطولية اللي بتضرب الخطوط بيعمل إيه زكريا الوردي؟ المواسف حكتين قوي البلد أب أو الخروج بالكرة بشكل جيد لعيب هادي جدا جدا لعيب 6 شيك ما عندوش التحامات ما عندوش قوة بدانية كبيرة لكنه لعيب 6 هادي جدا وشيك حتى تحت الضغط فبيخرج خروج بالكرة من هنا لأنه نادي الزمالك بيعتمد على حمزة المسلوسي الوينش وحسان التلاتة عشان نكون ما عندهمش القدرة على التطوير الهجومي آه هم لعيبة جيدة جدا على الصعيد الدفاعي لكن في الخروج بالكرة كان بيعاني فريرة في بعض الأحيان بالخروج بالكرة فهو لعيب مهم جدا في البلد أب هاجي في بعض المباريات اللي الزمالك عايز يعمل فيها عملية التطوير الهجومي هيشتغل به هنا في مركز 6 مش 8 وقدامه إمام عشور فدايما هتلاقي زكريا الوردي هنا أكثر فعالية طيب بعض المباريات عشان فيه 3 في الخط الخلفي وخط الضهر متأمن بشكل أفضل ممكن تلاقيه بيطلع يشتغل هنا برضو هيبقى فيه إمام عشور فكأني بقلعب بـ 8 بتنين لعيبة تمانيات ومش هلعب دونجا لكن في المباريات الكبيرة في المباريات اللي الزمالك عايز يأمن ويقفل العمخ بتاعه هتلاقي نبيل عمات دونجا مش زكريا الوردي هو اللي موجود إذن أنا قدر استخدمه كستة قدر استخدمه تمانية لأنه هو ما عندوش position أو توصيف سابت لكن أرقامه الدفاعية هي أرقام أفضل بكتير من أرقامه الهجومية وبالتالي المكان الأنسب والتوظيف الأنسب لزكريا الوردي هو أنه يكون موجود position 6 أو اللعيبي اللي بدافع أكتر زي ما أنت قلت يا كريم يعني طريق حامل المكان اللي بيلعب فيه طريق حامل نشوف لقطات سريعة ونشرحها للناس ليه إحنا قلنا كده ونمشي أسرع هنا إحنا كنا بنتكلم قلت من ضمن وميزات الرجل ده إنه بيعمل الprogression pass أو الpass الأمامي اللي بيدرب الخطوط منين؟ من مناطق أعمق شوية يعني بيطلعش ومشي تتلاقيه على خطة 18 زي إمام عشر أو فرجان لا من مناطق أكثر عمقا يعني جوه الملعب أو ناحية مرمى نادس دامريك أكتر هذه تمريرة رغم وجود أربع لعبين وجود زحمة قدر أن يعمل تمريرة ناجحة كprogression pass أو كرة أمامية الفريم اللي بعده اللي بعده كمان هنا وقفل هنا بعد ما يستلم اللي بعده هنا ده رجع تاني رجع الفريم اللي بعده رجع الفريم اللي بعده اللي قبله اللي فيه الباس اللي فيه اللونج باس كمان كمان بس وقف هنا باس هو موجود فينا كريم ما بيزيتش لكن هو عنده القدرة على الprogression pass بيعمل بيعمل الباس الأمامي الفعال اللي بيدرب بيخطوط فيحل مشاكل التكتلات اللي أحيانا بتبقى موجودة أو التحولات اللي بيعملها نادي الزمالك أنه يخرج بالكرة بباس طويل فعدد أقل من التمريرات يقدر أنه يوصلك أو يوصل في المكان اللي عندك معلومة أو مش محضرين على دق التمريرات الطولية واللي قصير دق التمريرات 89% 89% دي التمريرات العامة 82% التمريرات الطولية في دوري أبطال أفريقيا الرقم اللي عندي في دوري أبطال أفريقيا 82% فهو راجل الباس عنده دقيير الباس عنده دقيير كمان فيه نقطة مهمة فيه ناس بتخلط ما بين أنه راجل حامل للكرة هو لاعب كارير مميز جدا لكن هل كارير بالكرة في البروجريشن فيز لا هو مش إمام عشور مش أحمد سيد زيزو لما بياخدوا الكرة وبيعملوا بيها البروجريشن باس حطوا الكرة تحت رجله اللي قطع بقى 30 و40 ياردة لا هو مش اللعيب ده لكنه لعيب كارير ممتاز جدا وهادي جدا في الزون اللي بيشتغل فيها اللي هي 6 و 8 اللي بعده عشان اللي الوقت كمان روح كمان للباس اللي بعده هنا بس قفل هنا معلش رجع لي تاني اللي هي كان طالع باب الكرة ماشي الخروج بالكرة يا كريم على بالما الفريمي على بالما الصورة تجهز معنا الخروج بالكرة أنا قلت هم حاجتين البلوجريشن باس واستعرضناها والبلدوب او الخروج بالكرة من الخط الخلفي كان بيعاني منه بس قفل هنا ده هتلاقي المكان كل ما زاكرية الوقت دي هتلاقيه في البوزيشن ده هو اللعيب اللي بيحط الكرة تحت رجله فين في التلت التاني من الملعب ما بيروحش للتلت التالت اللي هو التلت الهجومي عشان نبسطها للناس فيه 3-3 تلت دفاعي للزمالك تلت أوسط تلت هجومي دايما هتلاقيه في التلت الأوسط ما بيروحش للتلت الهجومي إلا نادرا جدا فدي الميزة التانية البلد ده بالخروج بالكرة من الخط الخلفي والربط اللي انكب مع خط الوسط دايما هتلاقيه بيربط مع إمام عشور أحمد سيد زيزي لو نلزل تحت عشان يشتغل نلقل بقى لإبراهيم آنضاي لو حابب تروح إلى إبراهيم آنضاي ودي واحدة من اللقطات المميزة وخليني أقول لك رقم مميز ماشي ماشي الفريم وأنا أقول لك رقم مميز على التاكلينج هو واحد من الأميز اللاعبين في الدوري المغربي فيما يخص اعتراض الكرة بالتاكلينج عنده 1.9 أو 2 ناجحين في الدوري المغربي و2.9 في دوري أبطال أفريقي هنعنده 3 اعتراضات نكحة في كل مباراة بالتاكلينج واحد من الأميز اللاعيبة اللي موجودين في الدوري المغربي فدي واحدة من المميزات المهمة إنه بيعمل تاكلينج نظيف يقدر يستخلص الكرة دون أخطاء زي ما قلت لك هو مستو إن هو العيب شيك هنا دي آخر حاجة هنقولها على زكالي الوردي الهدوء جوة 18 دي المنطقة الدفاعية كمل بص الراجل بيطلع بالكرة زي هدوء شديد جدا جدا يبدو فيها شيء من الخطورة لكنه بيعرف يخرج تحت الضغط بشكل جيد وده اللي بيدور عليه فريرة في بعض المباراة إنه إزاي يخرج بالكرة ويعمل البلد أب من الخط الخلفي بمتال دون